اشتركوا في القناة وهو ارتفاع معدلات الطلاق اذا كان الطلاق والانفصال هو الحل الانسب بين الزوجين في حالة استحالة العيشة بينهم والوصول الى الطريق مسدود من التفاهم وتوافق بينهم فلابد ان يكون هناك رابط وظابط الى هذه العملية لان اذا استمر هذا الامر فهو ازمة تهدد بنية المجتمع المصري واستمرار هذه الظاهرة بتنظر بعواقب وخيمة على وحدة المجتمع المصري وعامات قوته وهي الاسرة المصرية الاحصائيات بتتكلم عن ارقام مفزعة جدا احنا عندنا يعني حالة طلاق كل دقيقتين ونص يعني اكثر من 2500 حالة طلاق يوميا يعني والحقيقة كمان ان الاحصائيات بتكشف ان كلما طالت معدلات فترة الزواج كلما انخفضت نسبة الطلاق وهذا يعني ان النسبة الاكبر بتكون بين المتزوجين حديثا لكن الاغرب ان هذه بتكون بين الفئات الاكثر شهادات المتعلمين مع دبلومات والتعليم الجمعي وكمان ان نسبة الطلاق بتكون في المعدلات اللي عندهم 18 سنة معنا في هذه الحلقة للحديث عن هذا الامر الاستاذ بلال جابر محامي الاحوال الشخصية أهلا بحضراك استاذ بلال بالحقيقة استاذ بلال عزين نتكلم في هذا الموضوع الاحصائيات بتتكلم معنا يعني عندك 211 الف حالة طلاق بالحالات المرسودة المرسودة حاليا وكتوبة بين فيه طلاق بيحصل ومه بتسجلش عزين نعرف من حضراك بداية ايه الاسباب الحقيقية في انتشار معدلات الطلاق في البداية بس رحب بحضرتك وبشكر حضرتك انت الصدافتني في القناة عندي حضرتك بالنسبة لارتفاع محددات الطلاق أكتر حاجة بتكون تدخل الأهل لما بيحصل مشكلة بين زوج وزوجة يدخلوا الأهل بينهم على الاعتقاد أن الأهل ممكن يحلوا مشكلة زوجية وبيحصل العكس ده المتعرف عليه منذ القدم أن الأهل هم العماد الكبير لما لوهش كبير بيشتروا كبير لحل أي أزمة المفترض أن الأهل لما يدخلوا يهدوا صوت الغضب عند الزوج وزوجة اللي بيحصل في الحقيقة لأ كل طرف من الأطراف بيتعصب لوجهة نظر يعني لو كان الزوج تلاقي أهله متعصبين لوجهة نظره سواء هو الغلطان أو كان الزوجة الغلطان والعكس تلاقي أهل الزوجة هم متعصبين ومشكلة بتكبر من دايرة زوج وزوجة لدايرة أهل يعني لو خدنا مثال أن زوج وزوجة مختلفين على سين على أي مشكلة من المشاكل اللي بتحصل في كل بيت مصري المشاكل الحياتية اليومية والمشكلة اتنقلت لحد سواء من أهل الزوج يعني بالتعبير البسيط حمتها حميها أختها أخت جوزها مش عارف إيه اتدخل في حياتهم الحبيب يتبوز بينهم فأحنا بنقوله أكتر سبب من وجهة نظري أو أن احنا بنرصدهم التدخل الأهل التاني سبب ممكن يكون سبب مدي شوية الأوضاع الاقتصادية الأوضاع الاقتصادية ممكن يكون بس أحياناً يعني الأسباب الاقتصادية ده العام الأساسي ولكن النقطة اللي حتك بتكلم فيها اللي هي الخيانة نسبة بسيطة جداً اتنين واثنين بالمئة يعني نسبة لا تذكر ده المرسود ده المرسود أما الواقع أه أكتر مشاكل بتيجي بتيجي من أني زوجها اكتشفت أن زوجها على علاقة بحد حتى عن طريق التليفون يعني بيرسالها بفيه مكالمة فده بيفتح باب منازعة مين دي؟ بتتكلم معاك ليه أما زمان يعني أسلوب الخيانة والتشكيك وعدم الثقة وعدم الثقة ده أدى الارتدار ارتفعت الحالات مع تطور التكنولوجيا يعني إحنا شايفين أني كان في الفترات قبل ما يحصل التفرة في عالم التواصل كانت معدلات الطلاق ماشية بالرتم طبيعي يعني كان يبقى فيه أزمة حقيقية عشان نوصله للطلاق أما النهاردة ممكن ما يكونش فيه أزمة حقيقية في العلاقة والعلاقة تتطور إلى طلاق ممكن يكون بيتكلم في المشعارف إيه أو هي شك في سلوكها بس يعني أنا المقصول من كلامي أني ارتفاع معدلات الطلاق اللي حاصل في الحقيقة الأصلي متاعه أو لو هنشوف الأسباب هلاقوا أن الأسباب ما تستدعيش أن نحن نوصل للحالات دي هو ده كان يعني المقصود من النقطة اللي احنا بتتكلمون فيها حضرتها بس بس الاحصليات بتتكلم أن الأوضاع الاقتصادية سامت منسبة كبيرة أنت تكلمت في نقطة تانية برضو أن الأهل معروف أن الأهل بيكون لهم عامل كبير جدا في حل المشاكل الزوجية المفرون إيه الأمر اللي طرع على الأهل اللي خلاهم اتغيروا من حل أي مشكلة أن هم السبب الحقيقي في هذه المشكلة ممكن عشان أن صوت التمرض على دلوقتي إزاي لو حصلت مشكلة بين زوج وزوجة والزوج على المشكلة دي طرد الزوجة من المسكنة الزوجية والأهل بدأوا يدخلوا يعني الأهل بدأوا يدخلوا من النقطة دي تمام فنيجي نقوله أن لأ يعني وما حلناش المشكلة بشكل بتفاهم ودي هنلجأ لقانون فالقانون بيدي الزوجة مستحقات كتير فبيبقى الحل النقاش مش من باب أن احنا نهدي الوضع بيبقى من باب أن أنت لو ما حلتش مع المشكلة أنا هلجأ للقانون والقانون هيعمل واحد واثنين وثلاثة وخمسة والناس بقى زاد عنهم الوعي يعني الأهل بتستخدم القانون للتهديد وابتزاز الزوج آه يعني أنه مش أنه نعالجه المشكلة آه أنه نفرد وجهات نظر آه وابتزاز الزوج أكتر آه وإحنا والجتمع شرقي آه يعني أن أنا مش هينفع معايا لأ إلجأوا للقانون آه فهي الفكرة بتبقى من هنا أن إحنا ما عندناش نقطة التفاهم نوصل بيها أن إحنا نعالجه مشكلة آه وإحنا لو عندنا نقطة التفاهم دي المشكلة مش هتجبر ومش هتخرج برة دايرة علاقة الزوج والزوجة مش هتوصل لأهل والأهل أصلاً ما بيعرفوش يعالجه مشكلة فبالتالي الدايرة بتجبر أنهو بيتدخل الأقارب والأقارب والدايرة بتفضل بتوسع يعني تعالوا نشوفوا أي اتنين عندهم مشكلة زوجية بتلاقي في حوالي خمسين نفر بيتكلموا في مشكلتهم والزوجين ذات نفسهم ممكن يكونوا منصهم مشكلة بنتكلموا في نقطة فرعية كل مشكلة يتولد عنها مشكلة أخرى مشكلة أخرى يعني دي الأزمة الحقيقة اللي بتواجهنا يعني التدخل المستمرة من قبل الأهل في الحياة الزوجية للزوج للزوجين بيساهم بنسبة كبيرة في زيادة المعدلات مين المسؤول هنا في التوعية؟ مين اللي يتحمل المسؤولية التوعية؟ هو المفترض التوعية تيجي من قبل الجواز نحن عندنا أزمة إن أغلبية الشباب وهو مجل على الزواج ما بيبقاش عنده ثقافة الزواج أو عنده ثقافة تحمل المسؤولية أو هو مش عارف هو داخل على مسؤولية كبيرة شوية تبقى رب أسرة عندك زوجة وعندك طفل وعندك التزامات للبيت فبيبقاش عارف هو بيبقى يعني الشاب ونفسه يتجوز ونفسه يتبقى حياته لطيفة فما عندهش توعية بيتصدم أو بيتفاجئ بالتزامات اللي بتحصل اللي هي الطبعية اللي بتبقى على أي حد مسؤول إن أنت تنفك على بيت بشكل دائم إن أنت تبقى ملتزم مع زوجتك إن أنت تروح البيت في أوقات محددة أو تنزل في أوقات محددة الشباب بيعتبروا إن ده تأييد للحرية أو روتين فبيتيجي من هنا الفجوة إن أنا راسم وأنا رايح أتجوز سقف طموحات عالي وأما أتجوز ألا أن الصدم بواقع بواقع بقى ممكن يحصل مشكلة في أول جوز لأن حضرتك نوهت عنها في أول حلقة قلت كل ما زادت نسبة السنوات في الزواج قالت معدلة في الطلاق لأن دي أكبر مشكلة برضه أكتر حالية الطلاق في النسبة لحضرتك سنة لخمس سنوات هتلا من سنة لخمس سنوات إيه المشكلة إن إحنا لسه متأقلمناش إحنا لسه معرفناش بعض ولكم سن ممكن بحالة الطلاق بتلاقيه بعد ست شهور واربع شهور فعلا إن تلحقت تتكوز معرفناش بعض إحنا لسه ما عاشناش حياتنا الطبيعية مع بعض لسه ما نعرفوه السوقات بعض لسه في حاجات عن بعض ما نعرفوهاش ودي أكتر حاجة لأن هي برضو راجعة للثقافة وتاني حاجة إن إحنا ما بنحتوش مشكلة يعني كل حد بتعصب لوجهة نظره يعني لو كانت أنا شايف إن الزوجة فيها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أي مشكلة إن إحنا بشر وإحنا عكيد مش معندناش مرحلة الكمال والزوج برضو ده عشر ما عندوش مرحلة الكمال بس هو سقف الطموح اللي أنا بنيه قبل الجواز بيتغير بعد الاستقرار بعد الجواز مش الطبيعي إن يعني إحنا عارفين في مجتمعنا الطبيعي المقول اللي يتمشي طالما أنا مكافي بيتي خلاص الزوجة محتاجة إيه تاني تمام ده بيتعرض مع شخصية الزوجة في بعض الحالات ده يمشي في في الأماكن يعني هبتتطلع عليه لتتطلع عليه إنه دي إيه في مستوى أعلى عندنا نعمل بيئة في مصر بيئة زي الأرياف والصيد والعرب ماشيين بالشعار ده أو بالقانون ده طول ما أنا مكافي بيتي فأنت ملكيش دعوة الرب اللي بعمل إيه بره في بقى أهل المدينة أو المحافظات ما نعملوش كده الزوجة لازم أو هي بتبقى عايزة تشارك الزوج في أموره الطبيعية أنا رايح على الكفاتريا ونازل عاود مع أصحابي شوية هنا ده بقى تأثير على الزوج أنت ليس ابن ونازر والزوج برضو من وجهة نظره أنا مش هفضل قاعد في يوم أجاستي أو كده فهي دي الجزئية رايح خارج مع أصحابي وسبب الزوجة دي أسباب وصلت لطلاق يعني الإهمال يعني هي بيشوفها من نوع من الإهمال من الإهمال والشاب أو الزوج بيشوفها نوع من تقييد الحرية فهي هنا اختلفها عايزين برضو نتكلم في نقطة جديدة مهمة جدا إحنا في الفترة الأخيرة شوفنا طرق حديثة للزواج وهو الزوجة عن طريق الإنترنت أنت شايف هل هذا الزواج ناجح بنسبة كبيرة أم يتغلب برضو بعض المشاكل وصل للطلاق جوايز جدا نخطينا للنقطة دي الزوجة على الإنترنت زواج الصالونات أو الزوجة المتعرفة عليه عند الشعب المصري إن احنا بنشوف ستة جميلة بترقص أروسها كده في فرح فنروحوا نخطفوها ده اللي بيحصل كل فرح بيطلع منه أربع خمس رسال أو دلوقتي عشان التكنولوجيا بقى عن طريق الإنترنت ودي أكتر مشكلة أو دي المصيبة بقى الحقيقية أسمح لأولو المصيبة إن هي اللي بتعمل طلاقة أنا مين اللي جاي تقدم لي أو مين اللي أنا بتقدم لها دي ما فيش حتة إن احنا عارفين بعض ما فيش حتة إن احنا كنا يعني كان زمان ييجي إيه تلاقي رب الأسرة في السعيد أو كده يخطب لبنته بغير ما تعرف بس يخطب لها مين بنت عمه هو اللي ابن أمها هو اللي مربيه وعارفين الناس بعضيهم أما جواز الصلونات أنا عندي عروسة طبعا هي مدام بدأنا نقوله إن أنا عندي عروسة أو كده فهي أكيدس إنها بيكون كبر شوية ودي مشكلة برضو بتواجهها نحنا إن احنا عندنا التأخر في الزواج ما ده بسبب إن فبنرضى بأي حد هيا الفكرة في كده هنا بنتنازل أنا قذرتي تطرقت الموضوع ارتفاع معندلات العنوسة أو ارتفاع نسبة الزواج متأخر جداً أنا مش مسميها عنوصة أنا مسميها إن هو اتأخر في الزواج لأن دلوقتي ثقافة البنات بقت بتقول أنا مش هلازم أتجاوز أنا عندي عشرين سنة أنا ممكن أتجاوز تلاتين أو اتنين وثلاتين أو تلاتة وثلاتين هي عايزة حد مناسب بالعكس ده أصبحنا من نجد إن البعض بيعزم عن فكرة الزواج بخاصة لأن بعض المشاكل اللي بقنا بنشوفها يقول لي خلاص أحيانجاوز وأتجاوز وأتطلق بعد سنة أو اتنين أنا عايش حياتي خلاص معده برضو ما دي مشكلة تانية حقيقية بيزأخروا في الاختيارات فعما السن بنلاقيه حكم فبييجي الطريقة والشكل التقليدي إنه في عروسة طبعاً بيبقى الشاب ملهب في شغله ومش مركز مش فادي دور فبيتولى الأمر ده والدته أو حد من أخوه أخته أو كده فبييجيبوا حد هما مش على وفاق مع بعض فبالتالي أول ما تبدأ الحياة بينهم ما فيش شهر شهرين ثلاثة بنشوفوا بعد حالات بس هي الفترات اللي أبقى في الزواج الصلانات بالتحديد وخاصة إحنا خليها كلام معك بوضوع إحنا في كرة زواج الصلانات بتبقى عبارة عن إن انت بتدي فترة لمدة سنة سنتين أعتقد إن هي كافية إن أم يتعود على بعض مفترض الفترة دي عشان نعرفه بعض إحنا عندنا أزمة الحقيقة إن الفترة دي إحنا ما نشوفهش بعض أنا هل ينفع حاجي أخذ عروسة أقول لها أنا لا حاجة أخرج بكي؟ لا طبعاً العادات وتقاليد أشوفه في البيت أشوفه في وجود أهلاً؟ طبعاً أنا كده لحقاً تتكلم معاه حال حقاً ده عندي مساحة من الحرية إن أنا أقول لها ده نهو أولاً لازم أن يكون عندي مساحة من الحرية إن أنا أتكلم مع خطبتي لازم أخرج معاها برا؟ مفترض إن أنا مش في عادات وتقاليد بتحكمنا وفي شرع بيحكمنا بأس إحنا ما عرفناش بعض أنا مش قصدي إن أنا أخرج ولا أنا عندي فكرة إن إحنا معرفناش بعض أو معدناش وقت أو إحنا بدأنا نتشف بعض بعد الجواز ودي بتبقى مشكلة لأن بعد الجواز حتى اللي بيبقى في حريص قبل الجواز إن هو يحسن صورته بعد الجواز بتسقط كل الأقنعة ما فيش الكلام ده ده إحنا ده إحنا في بيته واحد أو بتقفل علينا بابه واحد فخلاص كل اللي عنده حاجة بتظهر فبالتالي في حد بيكونش شايف الزاوية دي أو أنا اكتشفت إن الكصة دي بعد ما كنت تجوزت فهعمل إيه؟ فبلجأ للطلاق يعني بيبقى هو السبيل الوحيد اللي خلصني من المعاناة دي من المعاناة اللي بتاعشها الزوجة أو الزوجة حضركم إيه؟ وانت بتتكلم بتتكلم إن إحنا الأهلي بيلجأوا إلى القانون لإنهما يبتزوا الزوج الموافقة على المطالب تلك بمخصوص فيما يتعلق بالقانون ما القانون إيه الحقوق اللي بيضمنها القانون للزوجة أصلاً عشان اتبتز بيها الزوج هو هون أنا مش عايز أخدها من باب أو معي إيه حضرك بتتكلم إنه هو بيجأ بالقانون بالقانون يعني حالة الطلاق أخذي هنا بتحديد في حالة الطلاق القانون إيه؟ بينصف حقوق المرأة في حالة الطلاق؟ ما هي الحقوق اللي بتحصل عليها المرأة؟ تمام، في أطفال يعني لأن حقوقها هتختاف لو ما فيش أطفال لو في أطفال الزوجة بتاخد حقوق كتير بالقانون تاخد بالقانون شقة الزوجية تاخد بالقانون نفق الأطفالها تمام مصرف تعليمهم، مصرف العلاج تاخد بالقانون لو مش هي المتسببة في الطلاق نفقة المتعة، نفقة العدة، مؤخر الصداء فبالتالي القانون بيوفر للزوجة مستحقات كتير فده يخلي الزوجة اللي عايشة في معاناة معينة تتشجع أنها تطلب الطلاق ما أنا كده كده الحقوق دي أو نص الحقوق دي أصلاً مش واغدها وأنا مستحملة الظروف أو الضغط اللي الزوج عاملهولي يعني أما تحط في مقارنة وأنا عندي مشكلة زوجية أنا كزوجة زوج مش مسؤول ومش بيقوم بالتزاماته وبين اللي أنا هلجأ للقانون ده ما فيهش تفكير ده أنا هلجأ للقانون لأن أنا هياخد مستحقات الزوج رافد الدهني إلا أن لو كانت الزوجة موسيقى حق الزوج يعني الزوجة هنا المخطئة بتاخد ما بتاخدش بقى يعني ما بتاخدش نفقة متعة ولا نفقة إدى ولا مؤخر صداء بس تقول ما فيه أطفال لها الحق الحضارة لها حق الشقة لها حق المصاريف التعليم أي حق تخص الأطفال نفقة الأطفال أي حاجة تخص الأطفال حق المسكن حق الحضانة برضو حتى بعد الطلاق يعني الزوجة ممكن يكون انفصل عن الزوجة ولسه بيدفع مصاريف لغاية بقى ما الأطفال ينتهي بقى سمع الحضارة لهم إحنا دلوقتي إحنا مش عايزين برضو نتحامل على الزوجة أحيانا بيلجأ بعض البعض من الزوجات إن هي بتستخدم الزوج كأداة لتحقيق الربح بس قبل ما نجاوب على هذا الموضوع ونتكلم فيه هينضم إلينا الأستاذ الإسلام الكلاني المحامي المتخصص في القضايا العملية والأستاذ عبد الرحمن السمير متخصص سوشال ميديا هنطلع فاصل قصير وهينضم إلينا ونكمل معكم تاني إن شاء الله مشاهدينا كرام أهلا بكم من جديد وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل وانضم إلينا في هذه الفقرة الأستاذ إسلام الكلاني المحامي المتخصص في القضايا العملية أهلا بحضراتك أفنم وانضم إلينا الأستاذ عبد الرحمن السمير متخصص السوشال ميديا أهلا بحضراتك أفنم السلام أستاذ عبد الرحمن إلينا قبل الفاصل كنا نتكلم مع الأستاذ بلال عن نقطة مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير السوشال ميديا في ارتفاع معدلات التلق كنت عايزة أخذ رأي حضراتك محمد حضراتك متخصص في السوشال ميديا وانت هل يعني بحضراتك متكلمة إنه ممكن يكون في قرصات حالات لهذا الأمر بحضراتك هو يعني طبعا هو السوشال ميديا عمتا زي ما بيقولك هذا السلاح زوحة الدين أول حاجة هو أول حاجة اللي هو بيرصدلك وبيديك أرقام الأرقام دي بتقدر تطلع منها بنتائج وعلى أساس ده بتقدر تشتغل عن موضوع ده فإحنا لما جينا في الأول خالص مع السوش بلال إحنا لقينا إن موضوع التلق ده يعتبر إحنا رقم واحد في العالم بنسبة لنسبة التلق فلاقينا إن إحنا إيه دورنا إحنا كشباب نقدر نقدمه في الموضوع التلق ده إحنا بنحتل المركز الثالث عالمي دوراتي الثالثة بكويس يعني فعلا النسبة كبيرة عمتا يعني أي إن كان كان بس نسبة كبيرة فإحنا قلنا إزاي إحنا كشباب محامين إحنا دوف على واحدة يعني فإزاي نقدر نقدم ده عن طريق السوشال ميديا برضو ونقدر نرصد لها أرقام أو نقدر نتعامل مع الناس من نفس المنصات اللي هم بيعودوا عليها فبدأنا من هنا إحنا نقدم محتوى مثلا على اليوتيوب على الفيسبوك على أي إن كان ونبدأ نستاذف بيها الناس نقدم المعلومة القانونية بشكل مبسط الناس بدأت تستقبلها ويعني وتقدر تستفيد منها وبرضو فعلا الحمد لله بدأنا من كم سنائين كانش لسه حتى شكل المحامي عمتا يقدر يطلع يتكلم في السوشال ميديا بالطرق الجديدة دي كان لسه الدنيا لسه جديدة وبدأنا ولقينا ضجة كبيرة جدا مع أول فيديو نزلنا لقينا إن الدنيا تقلبته جاب يعني عدد دلوقتي كم ألف مشاهدة واستغربنا جدا من رد الفعل ده فبدأنا إن إحنا أقول طب ما ده كويس الناس بدأت تتفاعل معنا طب الناس فيه ناس كتير جدا ما عندهش معلومة مش قادرة توصل ده بدأنا نقدم معلومة بالشكلة هل المعلومة القانونية فقط أم بتحمل نقاط توعية للوقوع في خلافات الأسرية؟ هدفنا الأول كان المعلومة القانونية لأن المعلومة القانونية مش عندنا ناس كلها زي بحبة حبة بدأنا اكتشفنا إن المعلومة القانونية مرتبطة بالمعلومة الأسرية فلاقينا مشاكل واحدة في الآخر يعني أنت بتلفه دور راح تلاقي إن المشكلة في الآخر أساسها أجتماعية بس بتحل بالطريق القانوني اللي الناس ما عندهش خبرة فيه فإحنا كان مهمتنا إحنا الأولى اللي إحنا نبدأ نبرز المعلومة القانونية بطريق مبسط الناس تبدأ تفهمها فكان ده دولنا تمام سيد عبد الرحمن هنروح للأستاذ إسلام إحنا برضو كنا بنتكلم عن الوضع الاقتصادي والوضع الاقتصادي طبعا في حلقتنا مرتبط بإن هو كان ضمن الأسباب لارتفاع معدلات الطلاق ومن حضرتك محامل متخصص في القضايا العملية أحيانا الزوج بيبقى شغال في أحد الشركات أو في عمل معين ويتم يطرق العمل أو يتم فصله تعالصه فيه كنت عايز من هذه النقطة بالتحديد أتكلم مع حضرتك إيه الحقوق اللي بيحصل عليه العامل مبدئيا هو الحالة الاقتصادية لها دور كبير على استمرار الزواج أو الأسرة أو كلام من ده واستقرارها العامل لو مش مستقر نفسيا في عامله حيان عكس بطريقة سلبية على الأسرة تماما فلو العامل ما عنده مشاكل في الشغل عنده خلافات في الشغل كده هيبقى الأمر هيبقى فيه مشاكل كتيرة طيب من ضمن المشاكل الكتيرة اللي احنا منقبلها في المحاكم بالنسبة للعمال مسألة الفصل التعسفي فصل العامل دي حالات كتيرة معروضة في المحاكم إن ييجي صاحب العمل ييجي يقول للعامل إحنا النهاردة مش عايزينك معنا في الشغل أو مفصول من العمل فيه نوعين من الفصل فيه فصل مشروع وفيه فصل تعسفي يعني فيه فصل من حق صاحب العمل إن هو يفصل العامل تبقى للقانون زي مثلا لو العامل ارتكب مخلفة قدت لخسارة جسيمة لصاحب العمل زور مستندات وجد بتعاطي مسكرات أو مخدرات غاب عن العمل فترة عشرين يوم متقطعة أو عشرة يوم متصلة بدون إذن أو عذر مقبول في الحالات دي يجوز لصاحب العمل إن هو يفصل العامل دو في القانون الحالي فيه مشروع قانون بيتعمل في مجلس الشعب إن شاء الله يطلع قريب المشروع دوة عطى حصانة للعامل من مكلة الفصل التعسفي يعني العامل مش هيتم فصله إلا بناءا عن طريق المحكمة في بعض الناس بتلزم العامل بعض الشركات تلزم عامل إن هو يقدم لإستمارة ستة ما ده طبيعي في أي تعاقد ده يمتون ده على إستمارة ستة لا ما هو ده مخلف للقانون يعني ده مخلف للقانون إن هو مفعش إن هو مثلا دي يجي يمدي العقد ويمدي معاه إستمارة ستة لا طبيعي ده المتعارف يعني عدراك نزلت كل الشركات هتلاقي في هذا الأمر القانون الجديد إن شاء الله اللي هيصدر قريب هيلغي الكلام دو هيبقى الفصل عن طريق مكتب العمل أو المحكمة العمالية بالنسبة للفصل التعصفي حقوق العامل إيه؟ حقوق العامل إيه في فصل التعصفي؟ العامل لو تم فصله تعصفيا يعني بدون سبب واضح منه أو ما ارتكبش مخلفة أو ما جدتش العقد أو صاحب العمل لغى العقد بتاعه قبل ما يكمل مدته من حقه إن هو يحصل على تعويد عن الفصل التعصفي بمعدل شهرين عن كل سنة بالإضافة لمستحقاته المالية زي مثلا الأجور أو الرواتب بتاعته بالإضافة لرصيد الأجازات والرصيد الأجازات دي يعني مشكلة كبيرة برضو بتقابل العامل إن هو العامل في بعض الحالات بعض الأعمال ما بيسمحش لي العمل إن هو ياخد أجازات كتيرة فبيجي يطلع المعاش أو بيجي تم فصله تعصفيا والعامل أو صاحب العمل بيديله فترة قليلة من رصيد أجازاته في العامل في الحالة ديات بيلجأ إن هو يرفع دعوة قضائية وبيحصل على كامل رصيد أجازاته بغير حد أقصر بالإضافة لأن هم بيصرفوا رصيد الأجازات على الأجر الأساسي مع إن القانون المفروض ألزم صاحب العمل إن هو يصرفه على الأجر الشامل طبعا كل المشاكل دي بتأثر على حالة العامل النفسية وبتعدي يعني بتأدي بقى فيه نسبة طلاق أو زيادة مشاكل الأسرية وأشياء من هذا القبيل وإحنا بنأمل إن شاء الله إن القانون الجديد يعالج كل المشاكل العملية وإن شاء الله يأثر يعني إيجابيا على الأسرة وإيه لنسبة الطلاق الأستاذ الأستاذ الإسلامي يتكلم في العامل النفسي وده بسبب قبل أن فيه ارتفاع معدلات الطرابة إحنا كنا بنتكلم مع حضرتك عن إن بعض الزوجات بتلجأ إن هي تستخدم الزواج كتحقيق ربح أو كسبوبة بالمعنى المعترف بي في هذه الحالة كيف يحصل الزوج على حقه؟ ما هو الفكرة إن إحنا بنستخدم القانون الغلط إزاي؟ هو أنا بستخدم القانون إن أنا أبتز الزوج أو الزوج يبتز الزوجة ولا بستخدم القانون من المخطئ في المشكلة الزوجية وياخد حقه ما هو أنا عايز أعوصل لحضرتك نقطة لأنا عايز أعوصل أعمى في إيه؟ القانون ما يشوفش من المخطئ فممكن تكون الزوجة مخطئة في حق الزوج وتبتزه ممكن يحصل طميم؟ لو الزوجة عجز أن يثبت أن الزوجة هي المخطئة أحياناً بتتزوج الزوجة وبتقدم قضية خلع وبتدل على عنوان ساكن آخر للزوج يحصل وبتحصل على الخلع بتوبها هي واخدها كل حقوقها من الزوج والزوجة اكتشف بعد ذلك هذا الأمر هو 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 لو بالشكل ده حصل الزوج من الحق يلغي قضية الخلع إنه لازم يتعلن في القضية من دمن الإجراءة بس فيه بيحصل إنه حتى تعلنه هو مواكدها كده الزوجة لو لجأت للخلع هتتطلق والزوج ملهوش أي إرادة في قضية الخلع الزوجة هتتطلق وفي بعض مش هنقوله في زوجات كتير في بعض بيستخدم الموضوع يعني زى سبوبة زى ما حضرك بتقول إنه هو فهم القصة بتمشي إزاي فتتجوز شهر اثنين ثلاثة ترفع خلع إيه المشكلة؟ أما ترفع خلع يعني هتطلق 100% بقضية الخلع فبالتالي بقى لها مستحقات مضمونة زي إيه؟ زي عيمة المنقلات عيمة المنقلات أقل لقيمة المنقلات بـ 200 ألف جنيه وبـ 300 ألف جنيه مقايمة المنقلات كلها ملك للزوجة حتى لو هي رفعت ممكن حد يبقى سيء إمنية ويعمل كده يعني الزوج ملوش أي حق في قائمة المنقلات دي خالص يعني لو كتبها للزوجة تبقى للقانون مش بتكلم من وجهة نظر الشرع تبقى للقانون بقيت ملك الزوجة أنا بتكلمك من وجهة نظر أنا حادث نفسي مكان الزوج حاليا كل حاجة بتحصل عليها الزوجة كتبتها للزوجة قبل الطلاق ولا بعد الطلاق قبل الزواج ولا بعد الزواج كتبتها للزوجة قبل الزواج فبالتالي انت عادتها لها وخرجت من زمة الزوج قبل الزواج ما هي القيمة دي المشكلة التاريخية اللي الناس مش واخد بالها منها إن الزوج بيشتري أغلبية الجهاز الزوجية وبيكتبوا للزوجة كلهم طب ليه؟ لأنه ده بيعتبر مهر ما إحنا النهاردة الزوج بيتجوز ما بيدفعش مهر فبالتالي بيكتب قيمة منقلات الزوجة بقى سيقت النية واتطلقت ما استمرتش يعني هي كانت نيتها من الأول إن هي تعمل السبوبة دي القانون أو الجواز ما تبناش على الأشكال دي إنما القانون برضو أو الزواج بريء من حتة سوق النية سوق النية أو حسن النية ما عندنا فيه يعني حالات زوجة بتكون بتكون الزوج والزوج أثبت بينه وبين نفسه الخيانة بس منها القانونية مش قادر عاجز عن إثبتها وحاضنة وبتتطلق هتاخد حقوقها كلها تاخد شقة زوجية وتاخد قيمة وتاخد نفقة وتاخد كل حاجة والزوج هنا يعني ما لهش حق في القانون وإحنا يعني هنا بنقوله إيه بنقوله إن القانون معصرش مع الزوج إحنا الألية اللي إنت تثبت بيها يعني فيه صغرات في القانون في كل حاجة مش في القانون في الحياة بصفة عامة وقانون طبعا فيه صغرات بس الحياة بصفة عامة فيها صغرات اللي بيستخدم الصغرات بنية سيئة هو ده بقى الملام إحنا بنشوفه الحالات حد يفتقى المشكلة يعني إحنا شفنا من الحالات زوج مسافر بقى له عشر سنين أو عشرين سنة بيحول أموال للزوجة وأول ما نازل يستقر وكان بقى تدعى التوكيل بالبيع للشراء لنفسها ما أنت عودش دي شقتي ودي أموالي وده مش عافزة وده بيقدي إيه لأ ارتفاع معداد الجريمة وده شفناه في حالة الجزار اللي قاتل زوجته إنت مش عارف فقط تاخد حقك ما هو قانون السلاح اللي بيدييني حقي فأنا ما بحس إن أنا حقي على يقين إن أنا مش قادر أأخذه فده بيخلي الشيطان يعني يتدخل الشيطان في هذا بيتدخل في القصة فاللي بنقوله إن مش قصة إن القانون مع الزوجة أو مع الزوجة عشان الناس برضو بيبعندها لها الحقوق في الحقوق هو هو إيه إحنا كلنا دورنا إن إحنا بنوضح الحقوق في حد ببقى نيته سيئة هو بيستخدم الحق أو يقف في الحتة الغلط ويحاول إن هو يستخدم القانون وقانون هي وصل القانون أعمى قانون ما بيشوفش النواية تمام هنروح لأستاذ عبد الرحمن صاحب إحنا عايزين نتكلم عن هل رصدت حالات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إن حنان بعض الزوجات بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي إن هي تروج للقضية بتاعتها من أجل جذب تعاطف الرأي العام في قضيتها شايف استخدام الزوجة أو الزوج لمثل مواقع التواصل الاجتماعي ده إزاي؟ والله يعني أي أن كان هما الاتنين أي حد فيهم يعني هو عنده وسيلة وقدر يستخدم الوسيلة دي هو بقى أدت نفسه على حق أو لا بس هو قدر يستخدم الوسيلة دي وحطها في صفه مثلا دي حالك بتقول هو هي مظلومة أو ظالمة هي خدت استخدمة الوسيلة دي مثلا ونشرت قصتها أو قالت أنا مظلومة يا جماعة أنا عندي كذا أنا عندي كذا أنا عندي كذا الناس بتنقسم في نسبة العطف في ناس بتقول لأ يعني حتى إحنا بدأنا في ناس كتير كانت معرضة الفكرة أصلا إن إحنا نبدأ نتكلم وفي ناس كانت تقول إحنا في صف مثلا الست أكتر من الرجل معين الموضوع زي ما قاله أستاذ بلال إحنا مجرد إن إحنا بنقول الواقع ويقول قانون زي ما بيتقال بغض النظر وبغض النظر إحنا ننحذر لطرف عن التاني إحنا كانت أكتر نقطة بنتهاجم فيها إحنا إنت في صف الست أو العكس إنت في صف الراجل في صف الزوج وهذه المشكلة الحقيقة لا إنت متحمل على الزوج إحنا مش نحمل على الزوج إحنا عايزين نوضع حقوق لكل جفز وننقل ثقافة قانونية بنقول إن إنت لو هتاخد حقك بالقانون بتاخد حقك بالشكل الفلاني يعني مثلا أستاذ إسلام عم بيجي يتكلم فيه حتة إن العامل إنت لو اتفصلت وكان لك وجهة نظر إن إنت تلجع ترجع لشغلك هو بيقول لك القانون بيقول كذا إنت عايز ترجع أو ما ترجعش إحنا بنقوله والله الزوجة لو كان الزوج بيسيء إليها ومحتاجها تطلق القانون بيقول كذا طب الزوجة لو بتسيء إليك ومحتاج تثبت حقك نعم هو كان أستاذ عبد الرحمن خد الفكرة وحطناها في إطار الميديا هرست إحصائيات والله إحنا عمتا يعني بالنسبة للشغوين إحنا نحن بنشتغل مثلا إحصائيات اللي هتجينا بيجينا بنصفحة مثلا عن نسوس بلاد فإحنا بنشوف مثلا نسبة اللي بيكلمنا مثلا 90% منهم ستات مثلا 90% دول هما بيسألهم مجرد أسئلة أنا رأتي عندي مشكلة عندي مش عارفية إزاي قدار أخد حقي في الحاجة الفلانية أغلب المشاكل بيتيجي دائما من ناحية اللي هما بيستفسر عنها أبرز الأسئلة اللي بتستفسر عنها هي أي يعني أبرز الأسئلة دائما واحدة مثلا بتسأل إيه إجراءات الخلع مثلا إيه إجراءات النفقة طبعا أنا رأتي حاضنة طبعا أنا جزء مسافر يعني متي معظم الأسئلة اللي بيتيجي مثلا هو بيبقى عايزة تعرف إيه موقفها القانوني في الحالة بتاعتها وطبعا الحالات بتبقى كتير جدا وكل مشكلة غير التانية يعني متقدرش تقول إنه في مشكلة عامة حتى لو هي الشكل بتاعها العام واحد بس المضمون بيبقى مختلف دائما عشان كده دائما بقاش في رد واحد لازم دائما بنرجع الأستاذ بالله لأ حالك تشوفي حالتك بالضبط ينطبط عليها إيه فبترجع للأستاذ بالله هنروح للأستاذ إسلام هنتكلم عن الموضوع في بعض الشركات بتتعنت إنه هي تدي الحق للعامل في حالة فصل تعصوفي إيه الإجراء المتابع في حالة الفصل تعصوفي لو العامل تعرض لفصل تعصوفي أو يعني صاحب العمل أكبره على تقديم استقالة تعنت معاه إنه هو قال له أنت ما تجيش النهاردة الشغل مثلا عندك أجازة أو عندك حاجة واستغل الفرصة دي في غيابه وعمله إنزار بالفصل أو كلام من ده العامل في الحالة دي من حقه إنه هو أول حاجة يعملها يحرر محضر في اسم الشرطة يتابع ليه مقر الشركة أو المنشأة اللي هو شغل فيها ويفضل أن هو يكون معا شهود تاني حاجة يتقدم بشكوى لبكتب العمل والله حصل معايا واحد اتنين ثلاثة والصاحب العمل أكبرني على الفصل أو منعني من دخول العمل بعد كده الشكوى بتروح للمحكمة العملية والمحكمة العملية بتفصل العامل في حقوقه هو اللي هي إنه هو زي ما احنا قلنا حق العامل إنه هو بياخد تعويض عن الفصل التعصوفي بحد أدنى شهرين ليه حتي بيسألني في بعض الشركات ما بتأمينش على العمال بياخد حق إزاي؟ هذه مشكلة الوقعة العمل بيتم إثباتها بكافة طرق الإثبات مش لازم يكون محرر عقد العمل في بعض شركات يعني أنا ما شفت الشركة عطت لعمل نسخة من عقد العمل مع إن القانون بيلزم صاحب العمل إنه هو يحرر له عقده ويديله نسخة ما حدش بيعمل كده أغلبية الشركات القطاع الخاص ما بيعملوش كده فوقعة العمل يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك شهدت الشهود ففكرة إثبات الفصل التعسوفي أو إثبات وقعة العمل بيتم إثباتها بكافة طرق الإثبات والمحكمة بتفصل في المضادة ونسبة كبيرة جدا من القضاء المحاكم بيدي للعمل حقوقه يعني بيدي العمل لحقوقه المستحقات المالية اللي هي الأجور وردواتب بتاعته بيديله رصيد إجهزاته المستحقة بيديله تعويض عن الفصل التعسوفي فكل دوة يعني مشاكل كتير بتقابل المثلة زي القضايا بتاخد أتنين في المحاكم والله ما تقدرش تحسن المدة القانونية انت عارف الإقراءات عندنا بتطول شوية بس يعني يعني قوله مثلا من ست شهور لسنة كحد أقصر إن هو العامل بيالجأ للمكتب العمل وبيقدر يحرر شكوى وتروح للمحكمة المحاكم بتفصل في الموضوع دي على طول يعني بس فيه تلاعب بقى من أصحاب الأعمال إنه هو بيقدم مستندات بيقدم بيعطل بعض الجماعة ست فرق يعني بس القضاء بيدي العامل حقوقه يعني القضاء بيدي حتى لو معهوش أي مستند مجرد إنه هو أثبت علاقة العمل بشهادة الشهود بياخد حقه بيثبت الفصل التعسوفي فبياخد حقه فكل دوة القضاء بيبقى ملمة برضو بحاكم بيبقى ملمة وعرفة الخبايا وعلاعيب أصحاب بعض أصحاب الأعمال مش كلهم يعني في ناس كتير محترم في ناس كتير ومحترم في عديد مشهركات محترمين جدا ومحترمين جدا حتى في الزيادات وده يعني يعني خلينا نكلم برضو على نقطة الحق في الزيادة زيادة الرواتب للعامل بالتحديد يضمن حقه إزاي في هذا الموضوع هو المفروض يفترض تبقى للقانون العامل إن العامل بيحصل على زيادة سنوية مقدرها 7% على الأجل الأساسي جزء وصفة مشكلة نطباش هذا الأمر وإنه هو غالبا غالبا يعني دوت بيحصل إنه هو بيدي زيادة للعمال 7% ده قانون يعني ما يقدرش يخلفه لأنه بيبقى فيه رقابة وبيبقى تفتيش في تفتيش من أجهزة الدولة فما يقدرش إنه هو طبعا لو عمله عقده ومؤمن عليه وكلام من ده فبيديله حقه طبعا لو مش عمله عقده أو مش مؤمن عليه فبيحاول إنه في الحد إنه هو يتلاعب أو ما يدلوش حقوق أو شيء من عزب قبيل وهو كده كده بيبقى في بعض منهم بيبقى مقدم استقالته وعمل استمرار ستة فما بيقدرش إنه هو يطالب بيبقى خايف على أكل عيش وكلام من ده فما بيقدرش يطالب بزيادة فالحالة دي برضو ببقى فيه إجراءات قانونية معينة بتتخذ للعامل إنه هو بيعمله إنذار بيعمله إنذار بيعمله شكوة في مكتب العمل بحيث إنه هو يحصل على حقوق أنا مستغل لفرصة تواجدك معي النهاردة وفيه موضوع برضو عايزة تكلم فيه موضوع الإصابة في العمل إزاي العامل يضمن حقه في حالة تعرضه للإصابة في العمل موضوع مهم جدا يعني خاصة إنه حيانا واحد بيتعرض للإصابة وخلاص مش قادر مش هيدر يشتغل بعد كده في أي شغالة تاني خلاص فيه ده بيؤثر على أسرته بيؤثر على العامل نفس بتاعه وعنده فيه أسرة كاملة مسؤولة منه فيه أسرة بتتدرر بسبب الإصابة في العمل جزء بسيط من الشركات بيلجأ إنه هو بيدي له رتب بسيط مبلغ زهيدة وخلاص أنا كده عملت معك لا في الحالات إصابة العمل لو العامل تعرض لإصابة العمل طب إيه هي إصابة العمل إنه هو العامل أثناء العمل أو بسبب العمل يعني هو رايح الشغل مثلا أو هو رجع من الشغل أو هو في أثناء العمل تعرض لإصابة عمل تمام دي تعتبر إصابة عمل يعني مش شرط إنه هو يكون في قلب الشغل كلام ما خرج من دي هو رايح الشغل خلاص آه يعني في الفترة الزمنية دي إنه هو رايح الشغل أو هو رجع من الشغل تعرض لإصابة عمل عمل حدث أو كلام دي دي القانون اعتبرها إصابة عمل يكون مستشفى حكومة وبيتعامل تقرير طبي بإصابة العمل وبعد كده بيلجأ يحرر محضر في اسم الشرطة ويثبت وقعة إصابة العمل بعد كده يختر الشركة بوقعة إصابة العمل ويختر مكتب العمل بوقعة إصابة العمل في الحالات اللي زي دي بياخد كل حقوق بياخد تعويض عن إصابة العمل طبعا بياخد نسبة لو فيه طبعا عجز كلي أو عجز جزئي بيختلف النزام بس بتوصل لـ 80% من أجره كمعاش كمعاش يعني بيعمل له معاش شهري اه اه معاش شهري موضع تعرض لإصابة العمل يعني هو الراجل رايح يشتغل وبيدور على أكل عيشه فحصلت لأصابة خارجة عن إرادته قدق وقدر فما ينفعش إن إحنا نرميه فطبعا القانون كفى الحقوق العامل لتعرض لإصابة العمل وبالأساليب اللي إحنا تكلمنا عليها هنرجع للسؤوس بلال ونتكلم في موضوعنا عن إحنا بنتكلم عن الطلاق وإن الزوجة اللي حقوق متى تتنازل الزوجة عن حقها؟ لو هي اللي حابت الطلاق بمعنى بمعنى إن إحنا بساعة الطلاق بنشوفه مين اللي عايز قرار الطلاق أو المتسبب في القراء فلو الزوجة هي اللي عايزة قرار الطلاق وهي اللي عايزة تنفصل والزوج مش موسيق في حقها بتتنازل عن حقوقها ده من ناحية قانونية في الواقع هو بتبقى نوع من إن أنا كزوج عشان أطلق الزوجة اتنازليلي عن حقوقي بمعنى إيه؟ إني لو الزوجة عايزة تتطلق بالقانون والزوج رافض إن هو يطلقها في الواقع فاللي بيحصل إن هي بتلجأ للخلع فالزوجة لو لجأت للخلع بتتنازل عن حقها ده من بس ما تنزلش عن حقوق أطفالها وإحنا دايما بنفسل بين الجزئية دي اللي إن فيها لابس فالزوجة تنزل عن حقها إمتى؟ أما تكون هي اللي حبت طلاقه أما لو كانش الزوجة المتسبقة في طلاقه الزوجة هو اللي عايز يطلق الزوجة فأكيد الزوجة بتاخد كل حقها من ضمن المشكلات اللي بتواجه برضو الزوج حقه في الرؤية ليه منه تمام المشكلة دي مرضو هل يحق للأب إن هو يطلب حضانة للطفل وخاصة بيوبى فيه تعند من الزوجات إن أنا مش هخليك تشوف ابنك أنا هبدزك أنا هخليك من ناحية قانونية ولا من ناحية الاجتماعية إيه لتنين خلنا من ناحية الاجتماعية ينفع ينفع للأب ياخد الحضانة بيهد عن القانون إزان؟ أصل الحضانة بس فيه معلومة قانونية عندي قانون بقى قانوني لا يحق للزوجة تنازل عن الحضانة نهائية فعلا ده في القانون أنا سألتك قبل ما جاهب النحية قانونية ولا اجتماعية بعيد عن القانون مش هنلجأ لي محكمowej هو القانو اللي حكام خاليهن فى القانون فى القانون لا أم مفيش خالص لا يحق مفيش حاجة أسمعها هتنازل عن الحضانة ليه؟ إن الحضانة مش حق للزوجة المشحق للطفل فأنا مقدرش أتنازل عن حق التفل مع مسألة الحضانة دي عشان اللابس هل الأم اللي محتاجة يكون عندها طفل طراعي ولا الطفل اللي محتاج أم تقوم بشؤونه فالحق موجود في القانون للطفل يعني ملا يحق للأب باستدافة الطفل طلب حضنة الطفل طلب يحق في القانون يمتى بقى يمتى يحق للأب أصلا هو الموضوع مش على إطلاقه في حالات وحالات في القاقعد عامة الحضنة للأم لو الزار في طبيعية مفيش مشكلة أم اتحبست أم سبت عليها جريمة جريمة مخلة بالشرف أم عندها مرض معدي ينفع نسقط من على الأم الحضنة بس المشكلة برضو مش هتنتقل لإلى الأب أه تتنقل لأم الأم لأم الأب الأب في المرتبة الستاشر في القانون الحكمة من إيه برضو والحكمة إن الأطفال محتاجين رعاية خاصة رعاية من النساء من النساء ممكن تروح لأم الأب بس ما تروحش لأن الأب مفترض طول اليوم في شغله بيأم إلا بقى لو كان بقى الأب هيفضل للأطفال وفيه ظروف خاصة في الحالة إن مفيش أم أم مفيش مش عارف إيه فهنا ينفع أو كانت الأم عاملت مع الأب عقد واتفقت إن الحضانة تتنقل للأب لو هي تزوجت أو إن هي حصل كده فممكن تروح ليه للأب الحضانة بس في أدي الحدود لأن تسقيط الحضانة من أصعب الحاجات في القانون القانون مش بيسمح بالموضوع لأنه حق للأطفال للأطفال تمام أستاذ عبد الرحمن كنا حينما نتكلم أنت حضركم تقول أنت طرحت مبادرة أريد أن نعرف تفاصيل هذه المبادرة في أقل من ديئتين بالتحديد لأن وقتنا بدأ خلاص يعني نقرأنا عن الانتهاء هو إحنا دلوقتي يعني عاملين زي السوديو كده من السوديو للشباب زغير إن هو يقدر يتعلم أساليب السوشيال ميديا الجديدة تمام إن هو يبدأ ياخد زي ما نقول كده بلغة العصر الجديدة يعني دلوقتي عشان تقدم لأي وظيفة بيقول لك أنت فوديب عندك إنجليزي كويس عندك بعض الحاجات دي كويس فإحنا من دلوقتي من أسباب إن أنت تخش المجال ده أنت تبقى عندك المهارة دي سواء بقى تعرف تسوأ كويس سواء تعرف تصور تعرف تمنتج تعرف تعمل كل الحاجات اللي يقدر توصل بيها الرسالة بتاعتك فإحنا عاملين مبادرة كده للشباب الزغير إن هو يقدر يتعلم الحاجات دي عشان نقدر نوصر بيها زي ما بنقول كده المحتوى الهادف المحتوى اللي هو فيه معلومة فيه زي المحتوى القانوني أي حد عنده محتوى شايف إنه هو كويس يقدر يقدمه إحنا بديله زي الأساليب اللي قدر يستخدمها عشان يقدر يطلع بها الرسالة بتاعته المبادرة دي تتضمن هل هي مجانية ولا ب والله إحنا حتى الآن نعتبر مجانية لحد ما إن شاء الله نبدأ يعني عشان إحنا برضو ونطور من نفسنا بنجيب معدات بنجيب أجهزة كمبيوتر بنجيب حاجات تصوير أو حاجات دي شوية شوية إن شاء الله كده يعني ممكن بركاتة بقى مش مجانية طيب أمم نعزل حق دلوقتي والسيد الإسلام برضو أخد كلمة أخيرة من حضرتك لإننا وقتنا خلاص يعني في دقيقة بالضبط أخد كلمة أخيرة من حضرتك بخصوص العمال والحقوق بتاعتهم على نهاية يعني الرسالة الحبة والصالح نأمل إن القانون المشروع القانوني الجديد إن شاء الله ينصف العمل ويخلي بيئة العمل تبقى ملأمة بحيث إن هي تأثر بالإجابة على الأسرة المصرية لمشاكل عام وتقلل من نسبة الطلاق أو المشاكل الأسرية لأن العمل لو مستقر في شغله ومعندوش مشاكل في الشغل هينعكس بالإجابة على الأسرة بتاعته فإن شاء الله المشروع للقانون في مجلس الشعب إن شاء الله يخرج غريب وإن شاء الله بإذن الله نأمل إن هو يكون ينصف العمل يعني وفي كده نكون وصلنا لهاية حلقتنا النهاردة وبحب أشكر ضيوف اللي شرفون النهاردة في الحلقة الأستاذ بلال جابر محامي الأحوال الشخصية والأستاذ إسلام الكناني المتخصص في القضايا العملية شكرا للمحاضرك يا فنديم والأستاذ عبد الرحمن سمير متخصص السوشال ميديا شرفتون النهاردة وتمنى أن النهاردة تكون الحلقة تلعنا فيها معلومات مفيدة وبشكركم جميعا وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة انتظرونا الأربع القادم في الساعة الحديق عشر مساء إن شاء الله